الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام والأمة الإسلامية بكل خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الإنسانية جمعاء بالأمن والأمان واليمن والخير والبركات أيها المسلمون في كل مكان نستقبل رمضان هذا العام في أجواء عصيبة على البشرية جمعاء والله يشهد على ما في قلوبنا نحن المسلمين من ألم وحزن جراء تعليق الصلوات بالمساجد حتى مع يقيننا التام بأن حفظ النفسي من مقاصد الشريعة الغراء ولكنها القلوب إذا تعلقت بالمساجد صعوب عليها هجرها فاللهم أتمم علينا نعمتك بكشف غمة هذا الوباء وردنا إلى بيوتك ردا جميلا يا علي يا قدير أيها المسلمون إن المتأمل في أحداث هذا الشهر الكريم عبر التاريخ الإسلامي تطارعه أمور عجيبة وكل شيء منها عند الله عز وجل بمقدار منها أن المسلمين عبر تاريخهم قد انتقلوا من مرحلة إلى مرحلة أخرى في شهر رمضان نعم انتقلوا من ضعف إلى قوة ومن ضيق إلى سعة وقد جعل الله عز وجل شهر رمضان شهر ميلاد هذه الأمة الإسلامية حين أضاء وحي السماء ظلمات الأرض فكان رمضان عهدا جديدا استقبلت به البشرية آخر رسالات السماء هذه الرسالة التي مثلت نقطة تحول في مصيرة الإنسانية كلها أيها المسلمون اجعلوا من هذا الشهر الكريم فرصة للتضرع إلى الله عز وجل أن يزيح هذا الوباء فالمؤمن ليس له ملجأ غير الله تعالى يلجأ إليه ويطمع في رحمته وعفوه ولا ينفك المسلم مفتقرا إليه في جلب المنافع ودفع المضار والأخذ بالأسباب إن أصابته سراء كان من الشاكرين وإن أصابته ضراء كان من الصابرين وعليكم بحسن الظن بالله تعالى وثقوا بأنه سيرفع البلاء وستعود حياة الناس إلى طبيعتها دينا ودنيا فهو سبحانه القائل عن نفسه في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي أيها المسلمون حافظوا على الصلوات المفروضة وسنة التراويح في منازلكم وصلوا جماعة مع أبنائكم وزوجاتكم واستغلوا الوقت في العبادة وتلاوة القرآن وغرس القيم والأخلاق في أفراد الأسرة واعلموا أن وجوب صوم شهر رمضان ثابت بنص قطعي معلوم من الدين بالضرورة وهو واجب على كل مكلف مقيم صحيح خال من الأعذار الشرعية التي تمنعه من الصوم كالمريض مثلا كما في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولا عبرة بما يشيعه بعض الناس من أن الصوم يضعف مناعة الإنسان الصحيح ويعرضه للإصابة بفيروس كورونا فهذه كلها دعوات متهافتة لا أساس لها عند علماء الطب وأساتذته المتخصصين ولا عند ممثل منظمة الصحة العالمية وقد عقدوا اجتماعا خاصا لمناقشة هذا الأمر في الأزهر الشريف وانتهوا إلى أنه لا علاقة بين الإصابة بمرض كورونا وصوم رمضان ولهذا فإنني أهيب بالمسلمين بأن لا يلتفتوا إلى مثل هذه الدعوات الشاذة وأن يتقيدوا بقول العلماء والهيئات الدينية المعتمدة والتي ترجع في تقدير الحكم الشرعي إلى أهل الاقتصاص بهذه الجائحة ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أيها المسلمون إن الفقراء أمانة في أعناقكم فكونوا لها عونا وسندا ولا تمنعوهم من فضل الله الذي آتاكم فأكرموهم وابذلوا لهم العطاء واعلموا أن هناك طائفة منهم لا يسألون الناس ولا يطلبون شيئا تحسبونهم أغنياء من التعفف فابحثوا عنهم وصونوا عزة نفوسهم واجبروا خواطرهم وعجلوا بزكاتكم عسى أن يعجل الله بأمر من عنده يكون لنا فرجا ومخرجا من هذه الأزمة الإنسانية كل عام وأنتم بخير وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الأزهر أحمد الطيب ترجمة نانسي قنقر